أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن برنامج العمل الذي يتم تنفيذه حاليا لتطوير صناعة التكرير تعتمد على عدة محاول رئيسية أهمها الإسرع في استكمال مشروعات التوسعات الجارية بمعامل التكرير المصرية وتنفيذ مشروعات جديدة ذات تكنولوجيات حديثة تواكب التطورات العالمية جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع اللجنة العليا لمشروعات التكرير حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال في مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار بالسويس والذي تبلغ استثمارته مليارين وأربعمائة مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ثلاثة ملايين طن من السولار وأكثر من مليون طن من البنزين بدرجة جودة مرتفعة ومطابقة للمواصفات العالمية نحن متواجدين في محافظة أسيوت محافظة أسيوت هي قلب وجه إبلي وقلب السعيد وده من ضمن الجولات التفقدية المهمة لأن نحن عندنا في محافظة أسيوت معمل تكرير بيترول كبير معمل تكرير أسيوت وده أنشئ في منتصف التمانينات والحقيقة أننا في المرحلة الحالية المشروعات اللي بنتكلم عليها بقى إيه اللي هنعمله؟ هي مشروعات القيمة المضافة بالنسبة لمعامل التكرير بصفة عامة فإحنا زي ما كنا بنتكلم من ضمن الخطة الاستراتيجية بتاعتنا اللي هو تحسين الجودة بتاعت المنتجات إضافة وحدات جديدة انتاجية للتكرير وكمان توسيع السعاد والطاقات الانتاجية بتاعت المعامل بصفة عامة كوحدات ليه؟ لأننا عايزين نوصل في النهاية أننا المنتجات البترولية بتاعتنا يتم إنتاجها محليا بدون الحاجة إلى استيراد منتجات بيترولية